تعزيز المرونية لتحقيق التغيير ثلاث قصص للإلهام والتشجيع مرحبا قانتي بيقول كون التغيير اللي بتتمنى تحققه بالعالم بهالفيديو رح نشارككم ببسيلة لرفع مستوى المرون الشخصية لتحقيق التغيير المنشود ورح نتعرف على ثلاث نساء حققوا مسيرة التغيير ولكن قبل ما نبلش منذكر بالأسئلة الثلاثة اللي حتظهر على الشاشة ومندعي كل إمرأة عم بتشارك معنا وما أجابة تحال الأسئلة أنه توقف للحظات وتجاوب بالفقرة السابقة تأكدنا أنه لإحداث أي تغيير نحن بحاجة لأمرين الطاقة اللي سبقوا حكينا عنها والأمل الفاعل أي الوعي لرغبتنا العميقة بتحقيق أمر معين مع الالتزام بالعمل لتحقيقه بالواقع ولكن بمسيرة التغيير وتحقيق الزاد هناك أمور بتدفعنا للأمام لتخطي الصعوبات أو أمور بتبطئ مسيرتنا وللإضاءة أكتر على هالفكرة رح نستعين بكريست جونستن اللي سبقوا وتكلمنا عنه واللي بيشبه مسيرة التغيير بصورة شخص عم بيعبر نهر أو ساقية وهو جالس بذورق وإذا نظر للماء بلاحظ وجود صخور وحصة بأحجام مختلفة ولكن ما بتأثر على رحلته طالما أن مستوى الماء مرتفع ولكن بحال انخفض مستوى الماء رح يكون بخطر تحطم الزورق نتيجة ارتطامه بالصخور ما هي رمزية العناصر الموجودة بها القصة؟ الصخور هي رمز الصعوبات والأزمات والخيبات اللي منواجهها بالحياة والماء هي رمز لمرونتنا قدرتنا على تحمل المصاعب والتحديات إذن عند شح منصوب المياه أي القدرة والمرونة على تحمل المصاعب والتحديات بيصير خطر الارتطام بصخور أي الأزمات أكبر وإنت عند مواجهة مشكلة أو تحدي شو هي الأمور اللي بترفعك للأعلى وبتزيد مستوى المرونة؟ وشو هي الأمور اللي ممكن تفاقم المشاكل وبتأدي للغرق؟ اختاري مشكلة عم توجهها حاليا واستعيني بمثل الزورق ومستوى المياه وقومي بتحديد الأمور اللي بتأمن لك الحماية والأمان من خلال الأسهم العمودية المتجهة صوب الأعلى أما الأسهم العمودية المتجهة للأسفل فبتحدد الأمور اللي بتشكل تحدي أو خطر اتبع الخطوات المحددة بالنموذج لإكمال التمرين الهدف هو إنه تحددي أمر أو أمرين على الأقل لمساعدتك على القيام بخطوة إلى الأمام لمواجهة التحدي اللي عم بتمر فيها في العودة للجونستن بيقترح علينا وسيلة تانية مفيدة وفعالة بتساهم بزيادة المرونة وبترفع من مستوى مخزون الماء لنتخطى الصعوبات وتعرف هالوسيلة بحقيبة أدوات للأس أس أر آي وقبل وصفها الحقيبة لابد من تعريف المرونة عن سماعك كلمة مرونة شو هي الكلمات اللي بتخطر ع بالك؟ أغلبية الأحيان الكلمات اللي بنذكرها هي تحط الصعوبات والقوة أو الصلاب العقلية قد ترتبط أيضا بكلمات مثل الحب الامتنان والإيمان شو هي المرونة؟ حسب كريس جونستن المرونة هي القوة والمهارات والقدرة اللي بتساعدنا على التعامل معه والتعافي منه أو الاستفادة القصوى من الألقات الصعبة كل مكون بهالحقيبة بشكل عام الحماية بيساعد على مواجهة التحديات أكيد عم تسألوا عن معنى الأس أس أر آي لهالسبب رح نقوم بتدريب مباشر بيشرح مكونات هالأس أس أر آي وبيسمح باختبار فعاليتها للاستفادة الكامية من القصم التاني بدعيك توضع قدامك نموذج حقيبة أدوات الأس أس أر آي الموجودة بالملحق وتكتبق أجوبتك على الأسئلة باتباع المراحل التالية الخطوة الأولى اختاري موقف فيه تحدي أو تجربة عم بتعيشيها هلا كتبي وصف سريع على المشكلة أو الموقف على الورقة الخطوة التانية رح نكتشف تفسير أحرف الأس أس أر آي وعن تفسير كل حرف رح نعطي مجالة كتابة تجربتك الخاصة مع كل مكون الحرف الأول أس بيختصر كلمة strategies أو الستراتيجيات اللي منقوم فيها لمساعدة أنفسنا للإقتراب من حل المشكلة مثلاً بموقف أو مشكلة اللي عم تخترب بريها شو هي الخطوات العملية اللي قمت فيها لمساعدة نفسك هل قمت مثلاً باتصال أو بمبادرة فتحت إليك باب أم عطتك مفتاح كنت عم بتنبشي عنه هل قمت بقراءة أو بحث سمح لك بإيجاد إيجابات أم عناصر حلول؟ الحرف الثاني أس بيعود لكلمة strength أي القوة أي نقاط القوة الموجودة داخلنا واللي المستعين فيها عند مواجهة المشاكل أو التحديات طبعاً نقاط القوة بتختلف من شخص لآخر ما هي الميزة الشخصية أو نقطة القوة اللي استعنت فيها بالحالة اللي اخترتيها هل كانت القدرة على الإبداع لإمام بنفسك وبالحياة هل كانت القدرة على التواصل مع ذاتك ومع الآخرين هل كانت عمق التفكير وبعض النظر؟ إذا نظرت لخبراتك المتكررة رح تتمكني من تحديد نقاط القوة يلي بتميزك أما الحرف الثالث هو حرف الر لكلمة resource أي مصادر الدعم الخارجية يلي بننظر لإله بتفيدنا عند الحاجة مصادر الدعم متنوعة قد تكون أشخاص، أصدقاء، أهل مرشد أو مختص، أما مصادر إلهام مثل قصة أو كتاب أو فيلم أو مصادر معلومات مسعفة مثل ويبسايت أو تطبيق افتراضي أو جماعة افتراضية من انتمل إلى مثل الأشخاص اللي عم بيتابعوا هالموك معنا الحرف الرابع هو حرف الآي لكلمة insights أو الحكمة والبصيرة يلي بنكتسبها من خبراتنا الشخصية أو خبرات غيرنا هالحكمة بنحصل عليها بمدرسة الحياة بتتلخص بعبارات أم أقوال من أولى نفسنا وبتعطينا قوة وشجاعة بمثالتنا مثلاً الصعوباتنا بالدوم أو الله يمهل ولا يهمل الفرح بالأمور الصغيرة أو بالتضامن قوة وهلا صار عندك حقيبة من الأدوات اللي بتقدري تلجأي لها كل مرة بتمر بتحدي أو صعوبة معينة فيك تغني هالحقيبة بإضافة أدوات جديدة لإله مع أكمل هالخطوات بنكون أكملنا القسم التحضيري من هالموك ووضعنا أساس مسارتنا سوا بشكرك على اهتمامك والتزامك معنا نحن نعتبر موظبتك تعبير عن أملك الفاعل بأحداث التغيير اللي بتطمحيله إن كان على المستوى الشخصي والجماعي لأنهاء هالقصم بدعيك القيام بالخطوات التالية الإجابة على الاختبار السريع الإطلاع على القراءات والفيديوهات وتطبيق التمارين يلي بتكمل المعلومات والأدوات اللي تبحثنا فيها الموجودة بالمرحق الخاص بكل أسبوع بما قاله الموكي بيطمح أن يكون مصدر إلهام وطاقة منتشارك بختام هالفقرة بخبرات 3 نساء من بلدين عربية مختلفة عندهم إعاقة رح نتعرف على مسارتهم الشخصية للتحدي الشخصي أم الجماعي اللي استطاعوا يواجهوه ويقوموا بالتغيير بالإضافة للصعوبات اللي تواجهتهم بمسارة التغيير والأمور اللي ساعدتهم معكم داليا من لبنان هدين من الأردن وإيمان من تونس خلينا نسمع قصصهم ونستفيد من خبراتهم مرحبا معكم داليا فريفر من لبنان أعلامية وفنانة عمري 35 سنة بعمرة 18 خسرت نظري وكنت بآخر سنة دراسية بالمدرسة من بعدها طبعا رغم كل التحديات والصعوبات قدرت تابع جامعة ودرست علم نفس العيادة بالجامعة لبنانية لمدة أربع سنين وكمان تمسكت بي المواهب الحلوة اللي الله عطاني إياهم واللي هن حبة للفن وشغفة للمجال الأعلامي بالأعلام حققت كتير من الإنجازات وكان أهم دخولي موسوعة جينس للأرقام الإياسية بأطول بات تليفزيوني 24 ساعة على الهواء مع 91 شخصية من كافة المجالات هو إنجاز طبعا ترك بصمة حلوة بلبنان وبالعالم العربي وضوه عليه ليقوله قدرت لو صبية ما بتشوف بعيونها قدرت تهوت الأعلام اللي منعرف قدرت بيتطلب ورقة وقلم تواصل مع المخرج مع المثورين ولكن قدرت حقق حلمة بهالمجال وبالفن غنات الأضايا الإنسانية والاجتماعية وبالنسبة لإلي الفن والأعلام هنج ناحين لقضية واحدة هي قضية الإنسان عم طول معكن اليوم عبر هالفيديو اللي أقول لكل صبية ما بتشوف اتمسك بحلمك وبطموحك خلي إرادتك قوية إيمانك بحالك وبالله والأمل إنه لو شو ما كانت الصعوبات قوية رح توصل وتترك بصمة حلوة بمجتمعك إن شاء الله عبر هالفيديو كونقدرت اترك بقلوبكن فسحة أمل وفرح صغيري سلام كيف حالكم؟ اسمي هذه الأوصوفة أنا من الأردن ومن الأشخاص ذو الإعاقات الحركية حالياً بشتغل مستشارة ومدربة بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة حلمي أشوف النساء ذو الإعاقة مستقلين سواء مالدياً اقتصادياً واجتماعياً وهذا ما يصل إلا لما تتحقق إمكانية الوصول لهيك عملت مبادرات مختلفة تتعلق بإمكانية الوصول سواء بالتعليم أو حتى بمبادرة الأردن العيش المستقل اللي بيحاول أحكي للنساء ذوات الإعاقة كيف ممكن يكون مستقلين بحياتهم ويتنقلوا بكل حرية واستقلالية الدافع الحقيقي ورا إنه أكمل بهذه المسيرة فراحة الإنجازات اللي حققتها على صعيد الشخصي وبالنسبة للأشخاص والإعاقة وأيضاً وجود إيمان حقيقي إنه تغيير ممكن يكون بإيدينا إحنا كأشخاص ذوي إعاقة التحديات اللي واجهتها كثير كبيرة واللي أهمها وطور النواطية والأحكام المسبقة اتجاه النساء ذوات الإعاقة إنه إنتي ما بتقدر تشتغلي إنتي ما بتقدر تفتح البيت إنتي ما بتقدر تقولي جزء من هذا المجتمع فهذه الصور النواطية هي اللي دائماً بتحكم الأشخاص أو النساء ذوات الإعاقة رسالتي واللي وجدته إنه كل ما تحبوا الحياة الحياة رح تحبكم وكل ما سعيتوا في الحياة الحياة رح تفتح لكم أفا وتقدروا تتجاوزوا كل الصعوبات اللي موجودة في المجتمع ونقدر نغير المجتمع مع بعض كإحنا نساء ذوات الإعاقة سلام عليكم السلام عليكم اسمي ايماني شراميتي عمر 32 من تونس نخدم مهندة في الميكاترونيك في الشركة تونسية الكهرباء والغاز عندي إعاقة ثمائية عميقة نقرأ عشفيف لكن لا نسمع عن جملة واحدة الصعوبة التي تعرضتها في جيلة الحياة هي النظرة عن المجتمع القاسية وهي استحقار خاطر نساء ذوي الإعاقة الزماعية خاصة معانتها جيمة منها يحبر منها يحكي حتى عن الحاجرية منها لذلك يقول وهو مهوش مهم في المجتمع لكن بفضل المعادة المقبلة حتى التنمر ذلك كيف في المجتمع ساعات حتى كيف تحكي كلم ولا حاجة كلم بالغالط ولا حاجة يعود ما يسالحونه كيف يتحكوا عمي كيف حتى في المظهر معانتها هو وقال لك رأى وكيف يتحكي لك مظهر لا تحكي عليك جيمة وكل شيء لكن أنت جيمة تحاول تتذكر وإذنك على الناس كل ومعانتها تكون عندك العزيمة والإرادة والقوة التي لا يجب أن تتحقق الأحلمات التي تأتي لذلك معانتها وقتها أنا تعرضت لصعوبات هذه وقتها تعاوذني معانتها بالهواية التي تتعامل والعمل الجماعياتي وتجفع عن حقوق النتائذة بين الإحاقة وحتى الأشخاص تبلي إحاقة كلمانها بالنسبة للحكمة التي نؤمن بها هي الحكمة ليس كل شيء معانا انتهاره وغير ليس مستحي بالعكد سنجب تتحققها وثنجب تتلها بفضل العزيمة والقوة قبل أكبر شكرا